بسم الله الرحمن الرحيم المادة لكن الشرح هيكون مختلف والعرض هيكون مختلف بإذن الله عز وجل هذه السلسلة هتكون عن الإسلام هتكون عن الإسلام ومعنى الإسلام وإن الإسلام هو دين الله الحق وإن كل البشرية مطلوب منهم إن هما يكونوا مسلمين واللي يجحد بالإسلام ويكفر به ويتخذ دين آخر غير الإسلام يوم القيامة هيكون من أهل النار السلسلة دي هتكون قائمة في الأساس على القرآن الكريم على ايات قرآنية وعرض الكثير جدا من الاقتباسات من تفاصيل وكتب العلماء حول هذه الايات القرآنية. والنهاردة هنبتدي بالايات القرآنية التي تقول ان الدين عند الله الاسلام. في البداية لو انت مهتم بالقضايا الفكرة المعصرة ومواضيع الايمان والالحاد او مهتم بالحوار الاسلامي المسيحي ومقارنة الاديان او مهتم ان انت تعرف عن الاسلام بشكل عامي بانت لازم تشترك في هذه القناة اضغط على زر الاشتراك الاحمر واضغط على علامة الجرس على تجيلك كل الاشعارات بكل حلقاتنا الجديدة. قبل ما نتكلم عن الاية القرآنية محل البحث النهاردة واللي هنتكلم عنها ايضا في بعض الحلقات القادمة مش هنكتفي بحلقة واحدة نتكلم فيها عن هذه الاية او اي ايات اخرى نتكلم عنها في المستقبل باذن الله عز وجل حابب في الاول ابدأ بنقطة في غاية الاهمية. يعني ايه الاسلام? طبعا كل المعاني اللي انا هشرحها دلوقتي موجودة في الايات القرآنية اللي احنا هنتناولها سواء في هذا الفيديو او في الفيديوهات القادمة. لكن هي مجرد مقدمة علشان نبقى فاهمين احنا منتكلم عن ايه. مش قادر امنع نفسي عن لفت الانظار لطبيعة اسم دين الاسلام. الدين اللي احنا بنؤمن انه دين الحق اسمه دين الاسلام. قارن هذا الاسم ومعنى الاسم باسماء الاديان الاخرى ومعاني الديانات الاخرى هتلاقي ان فيه سمو كده وتفرد ومعنى مختلف تماما لدين الاسلام عن اي دين اخر منذ البداية بمجرد ان انت تعرف يعني ايه الاسلام ومعنى الاسلام هتحس انه دين عظيم جدا ومختلف جدا عن اي دين اخر على وجه الارض. والمعنى ده هتشعر به دائما لو انت شخص بتقارن الاديان وبتبحث في الاديان المختلفة. ان الاسلام تحس انه قمة عالية متفردة مميزة ما بين كل الديانات الاخرى. الاسلام ببساطة من السلام والسلم. ودين الاسلام معنى الاستسلام والانقياد والاذعان والخضوع لله عز وجل. ودي نقطة في غاية الاهمية ان جوهر دين الاسلام عبارة عن علاقة ما بين الله عز وجل والانسان العبد المخلوق. هذا العبد المخلوق يؤمن بالله عز وجل ويستسلم له وينقاد لأوامره وينتهي عن نواهي وخاضع له ومتذلل له وهكذا. هو ده جوهر دين الاسلام معنى في غاية السمو والجمال والعظمة. علماء المسلمين لما بيجوا يتكلموا عن الاسلام بيقولوا ان الاسلام له معنى عام كبير ولو معنى خاص. الاسلام زي ما قلنا بشكل عام معنى الاستسلام والخضوع والاذعان والانقياد لله عز وجل. وهو ده المعنى اللي جي بي كل الانبياء والمرسلين. في سؤال بيتبادر في الذهن اول ما تسمع تعريف الاسلام. الاسلام هو الاستسلام لله. كيف استسلم لله? الاستسلام لله عن طريق اتباع الوحي. وكيف اعرف الوحي? الوحي عن طريق الانبياء والرسل. فبالتالي الخلاصة اللي بتوصل ليها هي ان الاسلام عبارة عن اتباع الوحي. وهي دي الطريقة اتباع الوحي هي الاستسلام والانقياد والاذعان والخضوع لله عز وجل. هعرف الوحي ازاي? وازاي هبقى مسلم مستسلم لله? عن طريق ان انت تتبع الانبياء والرسل الذين جاءوا بالوحي. فلو حبينا نقول بمنتهى البساطة انت كانسان مطلوب منك ايه في هذه الدنيا? علشان في النهاية تدخل الجنة بسبب ان انت نول ترضى الله عز وجل. ان انت تتبع الوحي اللي جي بيه الانبياء والرسل. الذين يتبعون الانبياء والرسل هيدخلوا الجنة اللي مش بيتبعوا الانبياء والرسل وكفروا بيهم هيدخلوا النار. المسلم في اعتقاده بيؤمن ان كل الانبياء والرسل من اول ادم عليه السلام لغاية خاتم الانبياء والمرسلين النبي محمد صلى الله عليه وسلم كلهم جنب الاسلام. وده ضمن المعنى العام للإسلام. يعني ايه كل الانبياء والرسل جنب الاسلام? يعني ايه سيدنا ادم وسيدنا نوح وسيدنا موسى وسيدنا ابراهيم وسيدنا داود وسليمان وعيسى ويحيا وسيدنا محمد عليهم جميعا افضل الصلاة والسلام? يعني ايه كل الانبياء والرسل جنب الاسلام? الموضوع ده معناه باختصار ان كل نبي ورسول كان بيجي القومه يقول له انا رسول من عند الله عز وجل والله عز وجل بيوحي اليه وانت المطلوب منك انك تكون مسلم. تكون مسلم يعني مستسلم للوحي اللي انا جيت بيه. اي اعتقاد انا بقولك عليه تعتقده وتؤمن بصحته اي شيء بأمرك ان انت تعمله لازم تعمله علشان هو وحي من عند الله واي شيء انهاك عنه لازم تنتهي عنه لانه وحي من عند الله عز وجل. لو جينا ننتقل من المفهوم العام للإسلام الى المفهوم الخاص للإسلام سنجد ان الدين بشكل عام منقسم الى قسمين رئيسيين. القسم الاول شق الايمان والعقائد والقسم الثاني شق العبادات والتقوس والممارسات والاخلاق والحاجات اللي بتظهر على الجوارح والاركان. المسلم مرة اخرى بيؤمن بشكل عام وده ضمن مفهوم الاسلام العام ان كل الانبياء والرسول من اول ادم لغاية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كلهم في نحية الايمان والعقيدة علموا نفس الشيء. لان في النهاية الايمان والعقيدة عبارة عن علوم ومعارف متعلقة بامور ثابتة غير متغيرة. حقائق ثابتة. الكلام عن الله عز وجل الكلام عن الملائكة والجن والشياطين. الكلام عن يوم القيامة والجنة والنار والحساب والقدر. كل هذه امور حقائق ثابتة غير متغيرة. لما الانبياء والرسول من اول سيدنا ادم لغاية سيدنا محمد عليهم جميعا افضل الصلاة والسلام. علموا اقوامهم عن اركان الايمان علموهم نفس الشيء. اما فيما يخص طريقة العبادة والطقوس والصلوات والكلام ده كله كان ممكن يكون في اختلاف ما بين الانبياء والرسول. يبقى في النهاية معنى الاسلام العام ان المبدأ واحد والمطلوب من كل البشرية واحد والعقيدة واحدة التي جاء بها كل الانبياء والمرسلين. لكن كيفية او طريقة الاستسلام. فيما يخص ايه بقى تحديدا الاوامر اللي الانبياء والرسول الوها. او ايه تحديدا النواهي اللي الانبياء والرسول الوها. او ايه تحديدا كيفية العبادة وكيفية الصلاة وكيفية الصيام والكلام ده. ممكن نجد بعض الاختلافات. مع التأكيد ايضا ضمن مفهوم الاسلام العام. على ان في مبادئ وقواعد وقوانين واصول كبرى ثابتة في كل الرسالات والنبوات على مر التاريخ من اول سيدنا ادم لغاية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لما بنتكلم عن الاسلام الخاص بنتكلم عن الاسلام اللي هو اتباع خاتم الانبياء والمرسلين النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلم قومه الايمان والعقيدة معلمهمش شئ جديد مجاش به حد من الانبياء والرسل قبل كده. بالعكس النبي محمد صلى الله عليه لكن المعنى الخاص هو اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشريعة الكاملة التي جاء بها هذه الشريعة الكاملة التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم ممكن تكون شبه شريعة سيدنا موسى في بعض الحاجات ممكن تكون شبه شريعة سيدنا عيسى في بعض الحاجات لكنها تختلف في حاجات أخرى احنا كمسلمين مطلوب مننا ان احنا نتبع اخر نبي ورسول بعث في الارض ايام ما احنا عشنا فبالتالي لو احنا كنا عيشين ايام سيدنا عيسى قبل حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان مطلوب مننا نبقى مسلمين بمعنى اتباع سيدنا عيسى في العقيدة والايمان والتوحيد اللي هو علمه واتباع سيدنا عيسى في التقوس والصلوات والشرائع التي جاء بها لكن بما اننا ولدنا بعد بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وان سيدنا محمد هو خاتم الانبياء والمرسلين مفيش نبي او رسول هيبعث بعده وبما ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة وقبل كده الانبياء والرسل كانوا بيبعثوا في اقوامهم خاصة فاحنا مطلوب مننا نبقى مسلمين باتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيبقى بالتالي احنا فهمنا يعني ايه الاسلام بشكل عام وفهمنا ان فيه حاجة اسمها الاسلام العام المفهوم العام الذي جاء به كل الانبياء والمرسلين والاسلام الخاص المتعلق باتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طبعا مع ايمان المسلمين ان كل الانبياء والرسل فيما يخص معنى الاسلام العام جنب بنفس العقيدة وبنفس التوحيد وفي نفس الايمان طوال التاريخ البشري الا ان المسلمين بيؤمنوا ايمان مبني على القرآن والسنة وايمان مبني على الادلة التاريخية ان التراث الخاص بالانبياء الباقين تراث حصلوا تحريف ولم يعد صالحا ان احنا نقيم دينا وفق هذا التراث المحرف لذلك بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبعث بالقرآن وبعث بالسنة والله عز وجل تعهد بحفظ القرآن الكريم وتعهد بحفظ دين الاسلام فبالتالي احنا الان مطالبين ان احنا نبقى مسلمين متبعين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولما نتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم هنكون اتباع كل الانبياء والمرسلين لان القرآن بيعلمنا ان كل الانبياء والمرسلين جم بنفس المبدأ مبدأ الاسلام وجم بنفس الايمان والعقيدة والتوحيد ولم يبقى علينا الا تنفيذ ان احنا نكون بالفعل مسلمين عن طريق اتباع الوحي الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبدأ الان باول اية قرآنية هنتكلم عنها في هذه السلسلة وفي الغالب لما نتناول آية قرآنية هيبقى فيه مقطع رئيسي هو الشاهد الأساسي اللي احنا بنستدلي به لكن لابد أن لا نغفل أبدا سياق الآيات ودي نقطة في غاية الأهمية احنا هنتكلم اليوم عن قول الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام لكن لا نكتفي بهذا المقطع نقرأ الآية اللي قبليها ونقرأ بقية الآية ونقرأ الآية اللي بعديها وأحيانا الصفحة كلها أو حتى مجموعة صفحات في المصحف الآيات دي كلها بتتكلم عن نفس الموضوع وبتعزز نفس الفكرة هنقرأ من سورة آل عمران من الآية رقم 18 الله عز وجل يقول شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وقولوا العلم قائما بالقصد لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا وقل للذين أوتوا الكتابة والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد بنلاقي ابتداء أن الآيات بتتكلم عن مفهوم التوحيد وبتتكلم عن مفهوم الإسلام وبتتكلم عن أن الجميع مطلوب منهم أن هما يكونوا مسلمين وأن هما يعتنقوا الإسلام والآية التي تقول أن الدينة عند الله الإسلام جاءت في سياق الكلام مع أهل الكتاب ودي نقطة في غاية الأهمية لأن في ناس كتير في الوقت المعاصر بيجدلوا هل اليهود والنصارى المطلوب منهم أن هما يؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم هل اليهود والنصارى المطلوب منهم أن هما يتبعوا الوحي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم في كل تفاصيل الوحي في بعض الناس بيدعوا كذبا وبهتانا وزورا أن ممكن اليهودي وممكن المسيحي يؤمن بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولكن لا يتبع شريعته يفضل مسيحي يتبع الإنجيل يفضل يهودي يتبع التوراة طب إزاي وبحسب اعتقاده أن الإنجيل والتوراة اللي ما بين إيدي دي الوقت بتعلم أشياء متناقضة مع الإسلام ومتناقضة مع القرآن ومتناقضة مع الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفين في الدنيا شفت واحد مسيحي بيقولك آه أنا أشهد أن محمد رسول الله لكن أنا هفضل مسيحي زي منا أو يهودي بيقول أنا أشهد أن محمد رسول الله لكن أنا هفضل يهودي على التوراة زي منا عايز أقرأ بعض الاقتباسات الهمة جدا وبشكل عام في هذه السلسلة كل الاقتباسات اللي أنا جبتها يا إما من كتب التفسير كتب تفسير القرآن الكريم طوال التاريخ الإسلامي أو من مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية أو شيخ الإسلام ابن القيم ما خرجتش عن هذا النطاق من التراث الإسلامي والناس اللي ممكن يكون لها تعليق على شيخ الإسلام ابن تيمية أو شيخ الإسلام ابن القيم بأكد على أننا هنجيب اقتباسات من كتب التفسير كتب تفسير القرآن الكريم طوال التاريخ الإسلام بمعنى أننا لو جبت اقتباس لشيخ الإسلام ابن تيمية أو شيخ الإسلام ابن القيم فتأكد يقينا أن هذا الكلام هنقرامه كررا في كتب التفسير طوال التاريخ الإسلام وأن ده كلام متفق عليه معلوم من الدين بالضرورة مفيش حد بينتسب إلى الإسلام من كبار العلماء بيخلفه هنقرأ مع بعض من كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لشيخ الإسلام ابن تيمية اللي هو تقي الدين أبو العباس أحمد ابن تيمية رحمه الله الصفحة رقم 74 من الفقرة اللي بتقول ألا إن دين الله الذي أنزل به كتبة وبعث به رسلة ما تقدم من إرادة الله وحده بالعمل الصالح له فكرة الإخلاص والتوحيد وإن أي عمل صالح تريد به فقط وجه الله عز وجل وهذا هو الإسلام العام الذي لا يقبل الله من أحد غيره قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصد لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وبعدين شيخ الإسلام اللي تيمية بيقول معنى الإسلام والإسلام يجمع معنيين أحدهما الاستسلام والانقياد فلا يكون متكبرا والثاني الإخلاص من قوله تعالى ورجلا سلما لرجل فلا يكون مشتركا يعني إيه ورجلا سلما لرجل يعني رجل متبع لرجل ما بيتبعش غيره فيبقى الإسلام معناه حكتين الاستسلام والخضوع والإذعان والانقياد اللي هو لا يكون فيه أي نوع من أنواع التكبر في الإيمان بالله عز وجل واتباع الوحي الذي جاء به الأنبياء والرسل عن الله عز وجل والمعنى الآخر الإخلاص عدم الاشتراك التوحيد فبيقول عن المعنى الثاني كما قال تعالى وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِيَا نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ ودي من ضمن الآيات اللي بتبين إن كل الأنبياء والمرسلين جاءوا بالإسلام بهذا المفهوم العام وقال تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط المستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين كل هذه الآيات بتبين المعنيين دول من الإسلام الانقياد والخضوع والاستسلام والكلام ده كله وأيضا معنى عدم الاشتراك التوحيد نقرأ من مرجع آخر التحفة العراقية في أعمال القلوب لشيخ الإسلام ابن تيمية في الصفحة رقم 19 شيخ الإسلام بيقول وأما الإخلاص لله فهو حقيقة الإسلام إذ الإسلام هو الاستسلام لله لا لغيره يبقى في معنى العلاقة ما بينك وما بين الله عز وجل وإن هذه العلاقة ليست إلا لله عز وجل وليست إلا مع الله عز وجل كما قال تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون يعني أكثر الناس ما يعرفوش هذا المعنى الجليل اللي بيحتوي الإسلام فشيخ الإسلام بيقول فمن لم يستسلم لله فقد استكبر ومن استسلم لله ولغيره فقد أشرك وكل من الكبر والشرك ضد الإسلام والإسلام ضد الشرك والكبر ويستعمل لزاما ومتعديا كما قال تعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين في سورة البقرة الآية رقم 31 وقال تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون في سورة البقرة الآية رقم 112 وأمثال ذلك في القرآن كثير زي ما قلت المعاني اللي أنا شرحتها عن الإسلام العام والإسلام الخاص وأن الإسلام معناه الانقاد والإذعان والخضوع والاستسلام كل المعاني دي موجودة في عشرات الآيات في القرآن الكريم وده من جمال الدين الإسلام شيخ الإسلام بيقول ولهذا كان رأس الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وهي متضمنة عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه وهو الإسلام العام الذي لا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا سواه كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين في سورة آل عمران الآية رقم 85 وقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصد لا إله إلا هو العزيز والحكيم إن الدين عند الله الإسلام شيخ الإسلام بيقول وهذا الذي ذكرناه مما يبين أن أصل الدين في الحقيقة هو الأمور الباطنة من العلوم والأعمال وأن الأعمال الظاهرة لا تنفع بدونها ده أصل عظيم جدا من أصول الإسلام إن الأصل عندك العقيدة الأصل عندك العلوم والأعمال القلبية أي شيء آخر من أعمال الجوارح والأركان وسائر الأعمال الصالحة التي تظهر على البدم كل ده ملوش أي قيمة وكل ده ملوش أي لازمة وكل ده غير مقبولة عند الله لو الأصل القلبي العلوم القلبية والأعمال القلبية باطلة وفاسدة فشيخ الإسلام بيقول تاني وهذا الذي ذكرناه مما يبين أن أصل الدين في الحقيقة هو الأمور الباطنة من العلوم والأعمال وأن الأعمال الظاهرة لا تنفع بدونها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده الإسلام علانية والإيمان في القلب فأركان الإيمان هم الأصل اللي بعد كده بيقدوا الأركان الإسلام اللي أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله نطق الشهادتين أول عمل ظاهر أمام الناس لكن بيسبقوا الإيمان والأعمال في القلب اللي بيتبني على أساسها الشهادة الشهادة يعني إيه لما بتقول أشهادوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الشهادة ما وقر في القلب شيء يقيني علم يقيني في قلبك فأنت بتشهد بيه بلسانك وهذه الشهادة دليل على اليقين اللي كأنك ترى رأي العين اقتباس آخر من كتاب الرد على الشاذلي في حزبيه وما صنفه في أداب الطريق تأليف شيخ الإسلام من تيمية بيدخل بقى على معنى الإسلام الخاص وبيقول ثم من لم يؤمن بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى فهو كافر شقي معذب في الآخرة فكيف إذا كان من الصابئين الحنفاء فكيف إذا كان من هؤلاء الفلاسفة الذين هم من الصابئ المشركين وقد بيّن الله سبحانه أن الدين عند الله الإسلام وأنه لا يقبل دينا غيره ولهذا كان الإسلام دين جميع النبيين وأصل دين الإسلام أن يعبد الله وحده لا شريك له وهؤلاء الفلاسفة لا يوجبون عبادة الله ولا يحرمون عبادة ما سواء فهم خارجون عن الإسلام العام الذي لا يسعد أحد إلا به ولا يقبل الله دينا سواه طبعا المعنى ده موجود في الآيات اللي احنا قلناها قال الله عز وجل فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني يعني أنا مسلم لله عز وجل وكل اللي بيتبعوني هم مسلمين كذلك فواضح أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول لأهل الكتاب أنتوا مش مسلمين زي المسلمين زي هو النبي والرسول المسلمين زي هم أتباعي أنتوا مش رديين تتبعون في شقاق وفراق بيني وبينكم الله عز وجل بيقول للنبي إيه وقل للذين أوتوا الكتابة والأميين أأسلمتم أهل الكتاب اليهود والنصارى الأميين كفار قريش الوثنيين أنتوا مسلمين زي هذا الإسلام الذي لا يقبل الله عز وجل غيره فإن أسلموا فقد اهتدوا يعني لو هم ما بقوا مسلمين زيك من أتباعك فقد اهتدوا غير كده فهم في ضلال وشقاء فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإن ما عليك البلاغ والله بصير بالعباد لكن إيه مصرهم اللي كفروا بيك وما اتبعوك شدول إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقصط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أعمالهم دي مهما ظهرت إنها صالحة هي عند الله ملهاش أي قيمة أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين أنا سأكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو في الفيديو القادم نستكمل قراءة اقتباسات لعلماء آخرين بيتكلموا عن نفس هذه الآيات لكن من كتب تفسير القرآن الكريم بدءا بإمام المفسرين الإمام الطبري رحمه الله لو حاز هذا الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر إعجابني ولا تنسى أن تقوم لمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بنفس الموضوع ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة لو أنت شايف أن المحتوى يستحق الدعم والرعاية فقم بزيارة صفحتنا على بيترون ستجد الرابط أسفل الفيديو إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل لا تنسوني من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة